فرق في الصرعات،فرق في القدرات،فرق في العقلية ريال مادريد بسبعة طروع في البداية كده وقبل كل حاجة ممكن نقاف ديها أحداد على روح ليفربول لان ريال مادريد النهاردة قتل ليفربول بالفعل قتل ليفربول ومعنويا ويمهيريا وكل حاجة انت لو مش باتشجع ريال مادريد بصراحة هاتقن لان هيقولوا الفريق ده انت عم بتخسر ازاي عايزينinde فوز عليك ريال مادريد النهاردة بصراحة قتل ليفربول بالمعنى الحقيقي النهاردة الريال بعد ما كان مهزوم اتنين سفر في اول ربع ساعة انا عن نفسي قلت ريال مدريد النهاردة جاي منهار خصوصا بعد الخضاء بتاع كورتوها لكن ريال مدريد شكله كده بيبدأ المباراة دلوقتي من بعد اتنين سفر من بعد اتنين سفر قال لعيب ليفربول انتوا صدقتوا ولا ايه انتوا صدقتوا نفسكم انكم هتفوزوا فوق يلا العب يلا جابوا التعادل في بداية الشوضي الثاني فاول ثلاث دهائق للريال بيخبط ليفربول بالثالث بعدها الرابع بعدها الخامس مع الرقفة ويطلع عمك انشولوتي يقول لك احنا عندنا ضغط بغريات احنا مش بنلحق نريح احنا مش عارف ايه امان لو لعيبة الريال بتريح كانوا عملوا ايه في الفرقة النهاردة ليفربول في الشوضي الاول بصراحة كان سابت كان ماسك نفسه شوية لكن الليفر في اول ربع ساعة جايب هدفين ومضيع هدفين كان ممكن الشوض الاول يخرج لليفربول اربعة لكن ما استغلش الفرصة والريال قرر انه هو يعقبه النهاردة ريال مدريد عمل الجلاشة مع ليفربول يعني كالمعتاد في كل مباراة في الريال وليفربول لازم الريال بيفوز على ليفربول لكن بنتيجة خمسة دي جديدة جديدة خمسة على ليفربول منذ قرن ليفربول ما تهزمش خمسة على الانفلد يعني ليفربول بيطور في الهزايم الموسم ده هزايم في الدور الانجليزي وهزايم في دور الابطال وريال مدريد يظل كعبه عالي جدا على ليفربول النهاردة ريال مدريد بعد ما كان نهزوم 2-0 قرر ان هو يعمل الريمونتادة في نفس المباراة مش في المباراة اللي بعدها احنا في البضولة اللي فاتت او في دور الابطال اللي فات اللي توقب به ريال مدريد اتعودنا ان الريال بيتهزم في اول مباراة يروح المباراة التانية بيعمل ريمونتادة لا الريال دلوقت اتطور ولعبت الريال اللي اتطورت وبيت تعمل المنتهدة في نفس المباراة مفيش وقت بقى انك تدي فرصة او ان تخلي الفريق المنافس يفرح في المباراة اللي فاس فيها لا زي ما قلنا قال لي لفربول انت جبت هدفين فكت نفسك فوست لا فوق يا عم انت هو فينيسيوس النهاردة بعمل الحركات وبه لونات جاب هدفين وكريم منزيمة هدفين لا 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 ريال مدريد فريق عالي 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 ومش هيسيب اللقب بسهولة يعني الريال برضو الموسم ده هيفضل ان هو يدافس على دور الابطال لاخر النفس يعني الريال في الموسم اللي فات ما كانش اصلا مرشح ان هو ومش في الحسبان ان هو ياخد دور الابطال لكن خد دور الابطال يعني وفاجأ الكل الموسم ده الريال لسه جاي من كاس العالم واخد كاس العالم للاندية وجاي مباريات الدورة الاسباني ويقولك اللعيبة ثعبانة ده منظر لعيبة ثعبانة ده فالفردي بيلعب اول المباراة زي اخر المباراة يعني فالفردي بيعمل سبرينتاد في اخر المباراة كأن المباراة لسه بادية ما شو الله يعني مش عايزين نحسده فينيسيوس بنزيمة عند كريم بنزيمة بيلعب يعني بالشوكة والسكين يعتبر في الفترة دي كريم بنزيمة سنه كبر لكن برضو اي كرة بياخدها بيجيبها هدف يعني كريم بنزيمة لحد دلوقتي هداف كريم بنزيمة اه ما كفهوش ان هو جاب هدفهم في ليفربول النهاردة لا ده كريم بنزيمة اه في الهدف اه الخامس شفته ازاي دلع اه الدفاع بتاع ليفربول ما كفهوش ان هو يحطاها كان ممكن يحطاها على دول لا لكن لا يا عم انا مش عايز اجيب الهدف لا رجع تاني ورقصهم وحط الهدف بطريقة خرافية النهاردة كريم بنزيمة اصبح اكتر لاعب سجل اهدف مارمى ليفربول بتاريخ دور الابطال اربعة منها في ملعب الانفلد بصراحة اه كريم بنزيمة بيعمل الجلاشة مع ليفربول في كل موراي لعبها قدامه كمان كريم بنزيمة هو اكتر لاعب سجل اهداف خارج ارضه في المسابقة كريم بنزيمة بيصنع التاريخ والبالوندور طبعا برضو مرشح السنادي كريم بنزيمة انه هو ياخد البالوندور لكن النهاردة بصراحة اه ليفربول انا صعب عليها جدا 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 وجمهير ليفربول صعبت عليها انا زي ما قلت لكم اول ربع ساعة لما ليفربول جابها ده فين ايه في الهدف في تلاتة وهدف في الديها اربعتاشر وصلاح فايق ودراون نونس فايق واللاعب الجديد اللي في نص الملعب ده بياتتش اللاعب الاسباني السربي فايق برضو بيلعب كويس لكن انا في المباراة قلت ايه ده بياتتش ده ده لاعب موهوب جدا ولسه صغير لوب انا ما كملتش الكلمة بياتتش عمل الخطأ الهدف التاني جابه فينيسيوس وخطأ كمان من اليسون بيكر وخطأ من كورتواء النهاردة واحدة بواحدة يعني كورتواء قال لهم والله اللي اتجيبوا هدف والسون قال لهم طب انت بتحلف علي طب انا برضو انتوا هتجيبوا هدف بنفس الطريقة اخطاء اه كارسية النهاردة الحراس المرمى اذا كان من كورتواء او اذا كان من اليسون بيكر لكن الفرق ان اللاعب اللي مع كورتواء او صحاب كورتواء يعني قالوا له ما تزعلش احنا هنجيب لك خمس اهدف ما كان الهدف اللي جه فيه لكن اه قال لسون وصحابه يعني مفيش البعيد اعمى مفيش اي رد فعل خالص النهاردة لعيب ليفربول كان باين عليهم ارهاق جدا 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 اذا كان الفرق في الدورة الانجليزي بتعمل معهم الجلاشة يعني مبالك من ريال مادريد النهاردة ريال مادريد ما كانش في حالته حتى دفاعيا كان فيه اخطاء كتير في الدفاع لكن النهاردة اه الريال عارف بقى قال لي مجهود ان هو يفوس خمسة اش عارف بقى ايه اللي هيحصل في مباراة العودة في السنتياجو برنابيو اذا كان انت في الانفلد وخدت خمسة اوما لما تروح على معقل ريال مادريد الناس كلها بتعمل له حساب والفرق الكبيرة كلها بتعمل له حساب والعالم كله بيعمل الحساب للسنتياجو برنابيو هتعمل ايه هناك انا بصراحة لو من ليفربول اعتذر عن المباراة دي اقول اللعيبة كلها مصابة اقول ان انا مش لاقي طيارة روح بيها لكن صراحة اه ليفربول في موقف لا يرسل عليه ليفربول دلوقتي في حلم يعني المفروض يفوق منه لكن مفيش من اول الموسم وليفربول اه في حلم كوارس على طول في ليفربول دلوقتي ليفربول في المركز التامن او التاسع في الدورة الانجليزي لأ ليفربول حالته صعبة جدا 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 كمان اخطاء كارسية اذا كان من الدفاع او من خط النص الهجوم بتاع ليفربول مش متناسق مع بعضه مفيش اي ربط بين نص الملعب وبين الهجوم وبين الدفاع الخطوط متباعدة جدا 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 وده كان واضح النهاردة في دفاع ليفربول وفي خط النص وفي الهجوم اه هو الهجوم اول ربع ساعة كان فايق شوية لكن آآ الريال مادريد ما كانتش دخل لسه في المباراة الريال مادريد دخل في المباراة من بعد بديع عشرين من بعد الهدف الاول اللي جابه فينيسيوس. بعدين الخضأ اللي ارتكبه اليسون بيكر. لا اه ليفربول حالته صعبة جدا الايام دي. وليفربول كده شكله اصلا الموسم اللي جاي مش هيروح دور الابطال لان احنا زي ما احنا عارفين زي ما قلنا في المركز التامن في الدور الانجليزي. حتى اه صعب جدا ان هو عدي عقبة ريال مدريد في مباراة العودة. يعني انت مهزوم فرق ثلاثة في الانفلد على ملعبك ووسط جمهيرك. هتروح اسبانيا تعمل ايه? فانا هتوقع ان ليفربول هيروح كمان اسبانيا ياخد له ثلاثة تانية ولا حاجة. فهنشوف اللي هيحصل اه في مباراة العودة. انتو تتوقعوا ليفربول هيعمل ايه مع الريال في مباراة العودة? انا زي ما قلت ان اه لو انت مش بتشجع ريال مدريد هتجن. يعني ريال مدريد انت فريق خسران فرق اتنين في اول ربع ساعة. جبتوا منين السخة دي كلها وجبتوا منين الروح. مش بتزهقوا يا عم من المكسب. على طول مكسب مكسب مكسب. مش بيقسوا خالص خالص. يعني انت فريق غير اه الريال مهزوم اتنين سفر في اول ربع ساعة. هيقول لك اول مباراة بدي عنينا. افل 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 دفاع تراجع. نطلع بقى قل خسار لكن الريال ما عملش كده. الريال فضل يهاجم 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 يهاجم. وقلب تأخره من هزيمته من اتنين سفر لمكسب خمسة اتنين. صراحة اه فرق كبير جدا جدا بين ليفربول وبين ريال مدريد النهاردة. فرق في السرعات. فرق في القدرات. فرق في العقلية. اه ريال مدريد بسبعة رواح يعني فريق الريال مش بروح واحدة لا بسبعة رواح وعنده شخصية البطل يعني صعب جدا انك تهزم ريال مدريد او صعب جدا تفتكر نفسك انك فزت على الريال مدريد والنهاردة درس لكل الفرق او كل منافسين الريال اللي جايين ان الريال النهاردة كان مهزوم اتنين سفر وعرف انه يفوز خمسة تلاتة انت لو ما تبعتش المباراة او ما شفتش المباراة مش هتصدق اللي هيتقال او اللي تقال ان زاي بعد ما كان الريال مهزوم اتنين سفر عارف انه يفوز خمسة اتنين فالف موروك لجماهير الريال وهرض لك لجماهير الريتز اللي انا صعبانين عليها جدا 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 بس خلاص شكله كده آآ ليفربول آآ نهاية كلوب هتكون المسم ده ونهاية لعبة كتير في ليفربول هتكون المسم ده ده اللي حصل في مباراة الريال والليفربول النهاردة واللي انتهت بفوز ريال مدريد خمسة اتنين في قلب ملعب تنساش في نهاية اشتركوا في القناة ومش عامل ونفعل زر الجرس نشوفكم الفيديو الجاي سلام يا سلام على التكتيك والافكار العالمية اشتركوا في القناة